كورة بقى بيراميدز من الفرق اللي كانت لما تبنت اه مناوشات وعيبة وعاخد مين وعجيب مين والكلام ده كل وكان بيراميدز في بداياته منشغل بامور ما تخلوش يكسب بطولة رغم ان هو كان فريق قوي جدا وكان عنده افضل تشكيلة في الكورة المصرعية بعد كده بيراميدز كمل الطريق دوت سنة كمان وبدأ يحاول يشتري نجوم صفة اول طول الوقت وساعتها انا شخصيا يعني من الناس اللي كانت شايفة انه تجربة بيراميدز تجربة تضيف للكورة المصرعية وما زلت شايف ان بيراميدز اضاف كثيرا للكورة المصرعية والمنافسة والدليل ان انت بيتمستني مباراة اهل وبراميدز زي ما انت مستني مباراة اهل وزمالك زي ما انت مستني مباراة زي ما انت مستني مباراة زمالك وبراميدز بقى إضافة مهمة للمباريات والمنافسة في الكرة المصرية بعد كده بيراميدز آخر سنتين يعني السنة دي والسنة اللي قبلها بدأ يتعامل مع فكرة بنى لفريق كرة صحيح وحقيقي إزاي؟ البنى الصحيح بيبقى معمول بلعيبة خبرات لعيبة نجوم اشتغلوا وخدوا بطولات قبل كده لعيبة شباب لعيبة جعانة كرة لعيبة محترفين يقدروا يبقوا مؤثرين ومنوعية معينة مش لازم يبقوا بأسعار خرفية فبدأ الفريق يتكون صح وشفنا النتاج ده السنة دي مع مدير فني جيد جدا هو بتشيكه فبدأت تشوف فريق تقيل بمعنى إيه تقيل؟ بمعنى إنه لو غاب عنه علي جبر وسامة جلال عبدالله السعيد رمضان صبحي بلاتة توريه زي النهاردة ما تحسش إن الفريق فيه أي حد ناقص هنا بقى نقدر نقول إنه ببرامد فعليا بقى فريق كبير هتقولي لأ الفريق دوت من ساعة ما تأسس هو فريق كبير بالنجوم اللي فيه أنا ما بكلمكش على الأفراد ما بكلمكش على الأسماء الفردية في الفريق لا بكلمك على الفريق فريق كبير فريق قوي فريق متماسك فريق عنده تشكيلة قوية ودكة قوية هنا ساعتها نقول إنه ببرامد قادر على المنافسة فيما هو قادم عشان بدأ يتشكل صح بدأ يتكون صح أمش بول كان ده عشان مباراة اليوم ببرامدز يشارك في دورة أبطال أفراكة الأول مرة وحصل على المركز الثاني في الدورة ووصيف للنادي الأهلي ببرامدز في الكاس مصر مكمل مشواره ببرامدز في السوبر والكاس وصل مع النادي الأهلي للوقت الإضافي وكان ند كبير جدا وكان في بعض اللحظات قريب في المباراة دي أو المباراة دي وبرامدز الوحيد اللي كسب النادي الأهلي السنة دي في الدورة الممتاز فأنت بتتكلم لا بقى فريق ند وقريب من الحصول أبطال 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 كلمتين دول من دلوقتي عشان لما تشوفوا السنة الجاية وأخد بطال أتقول إيه ممكن آه كان كريم يبصص للقصة دي وارد أو وارد لا يعني مش لازل تبقى وجهة نظري صح بس ده تصوري توقعي لما يحدث في ببرامدز الهد